الحمد لله وكفى وسلام على عبدين الذين اصطفى لسيما النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام والبيت العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام مع كتاب الاعتقاد للقاضي أبي علاء وتكلمنا على القرآن وأن القرآن هو كلام الله للفعلاء المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تكلم الله به وسمع منه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي والأمين وقلنا بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم بصوت وبحرف وينادي سبحانه جل فعلا وقد أثبت ذلك في كتابه كما سنبين بالأدلة على هذا الباب قال الله العالى وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات لله التمات من شهر ما خلق وقلنا بأن إثبات صفة الكلام بهذا الحديث هو إضافة الصفة للموصوف أعوذ بكلمات الله التمات كما قال الله للفعلاء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله صفة الكلام قال رحمه الله لم يزل ولا يزال متكلما ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته وأنه يسمع تارة من الله عز وجل وطارة من التالي قال فالذي يسمعه من الله سبحانه من يتولى خطابه بنفسه لا وسط ولا ترجمان كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أنه قال الله له عندما عواده بنصيحة موسى عليه السلام قال لا يبدل قول لديه فقال له الله جل في علاء هي خمسون وهي خمسون فجعلها في الأجر خمسين وهي خمس سرات في اليوم والليل قال فالذي يسمع من الله سبحانه من يتولى خطابه بنفسه لا وسط ولا ترجمان كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما كلمه وموسى عليه السلام على جبل التور فكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه من ملائكته ومن عدا ذلك فإنما يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي وهو حرف مفهوم وصوت مسموع وهو؟ وهو حرف مفهوم وصوت مسموع أن الله يتكلم بصوت وبحرف وهذا باتفاق أهل سنة الجماعة بأن الله جلعلا متكلم يتكلم سبحانه جل في علاء وقت ما شاء بما شاء سبحانه جل في علاء وأنه يسمع ومن عد ذلك فإنما يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي وهو حرف مفهوم وطبعا لابد أن ننظر في مساءة كلام الله القديم في هذا الباب احنا قلنا بأن صفة الكلام صفة فعلية صحيح قديمة النوع حدثت لا فرض لأن هذا مهم جدا في هذا الباب لأننا لا نقول أنه قديم كما يقولون بأنه صفة ذاتي ليس صفة ذاتي صفة فعل لكن هو كما قلنا قديمة النوع أن الطحوي ضرب مثلا عظيما في هذا الباب قال لو مررت على رجل كلمته لما يرد عليك كلمته لما يرد عليك أيام ولا يالي ثم في يوم أنت كلمت معه فرد عليك بما شاء فلا يقال عنه أنه كان قبل ذلك لا يستطيع الكلام أو أخرص لا يقال هو كان متكلما لكن ما أراد أن يرد عليك إلا حينما جاءه الأمر يعني الرضى منه بأن يرد عليك فصفة الكلمة صفة فعل وصفة فعل التعلق بالمشيئة وهي أيضا لها أسباب فنقول بأنه يتصف الله بها تارة ولا تصف بها تارة لكنها قديمة النوع لأنه لم تكن مكتسبة حاشا لله وإلا من كمال الله أن تكون قديمة النوع وهي أحدث الأفراد وهذه كمان فوقها وكلام الله العالى ثابت بالكتاب والسنة وأجمع أهل السنة ونماذج كلام الله للفعل العبادي كثيرة منها أن الله العالى تكلم مع الملائكة وسامع وسمع الملائكة صوت الله للفعلها كما في حديث أنه إذا تكلم الوحي سامع الملائكة كأنما سلسلة على صفوة حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال الله للفعلها وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خريفة وقال الله للفعلها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وتكلم الله للعالى مع آدم ومع حواء قال الله للفعلها يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال الله للفعلها لآدم حواء ألم أنهاكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين كل ذلك سمعوه من الله لا لا فعلا وتكلم الله مع جبريل حين قال والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب الآن فأحبه فأحبه فيكتب له القبول في الأرض وتكلم الله لا لا فعلا ليس بينه وبينه وسطة مع موسى عليه السلام وذلك في حديث حج أدم موسى قال أدم أنت موسى موسى بني إسرائيل استفق الله برسالتي وخصك بكلامي أو قال استفق الله برسالتي وخطى لك التوراة بيده فالله العلاق كلم موسى وخص موسى بالكلام لذلك قال الله للفعلاء وكلم الله موسى تكليما والفعل المطلق هنا يبين تأكيد تأكيد للفعلاء الكلام وكلم الله موسى تكليما لذلك قال الله للفعلاء على تفضيله للرسل قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقد تكلم الله العلا بلا وسيطة وبلا ترجمان أيضا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج حين نصحه موسى السلام قال علشت الناس قبلك راجع ربك فراجع ربه فقال الله لله فعله لا يبدل قول لدي ثم قال هي خمسون وهي وهي خمسون بينه وبين الله جل فعل ليس بينه وبينه وترجمان بل يوم القيامة يتكلم مع خلقه ليس بينه وبينه وترجمان قد قال ابن عمر لما سألوه أيكم يحفظ حديث المناجات قال أنا أحفظ حديث المناجات ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسأكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان إلى آخر الحديث بل قد تكلم مع السموات والأرض قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض تي طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين وتكلم الله مع جهنم حين يقول الله العالى يوم نقول هذا يوم القيامة يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأيضا تكلم مع الجنة ومع النار عندما احتجت الجنة وحتجت النار اختصمت الجنة والنار لله عز وجل قال الجنة فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي وأتكلم الله العالى ومع القيامة مع أهل الجنة عندما يقول سلام قولا من رب رحيم يقول الله جل في علاء لعباده تريدون شيئا يقولون ألم تريدوا وجهنا متخلنا الجنة متكفرنا عن سيئتنا فيقول إن لكم موعدا عندنا أنجزكم وهذا كله بقول الله جل في علاء لعباده سبحانه جل في علاء وأيضا الله جل في علاء يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون وقال الإبليس فإنك من المنظرين اليوم الوقت المعلوم فإذا الله جل في علاء قد تكلم مع خلقه وسامعوا من الله جل في علاء كلامه والله جل في علاء يتكلم بصوت كما قلنا وبحرف كما في حديث صحيحيني أو صحيح مسلم أن النساء قال ياري مع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وإما أدلة إذنات القرآن أن القرآن كلام الله جل في علاء في الكتاب كثيرة ومن السنة بل ومن السلف الصالح وإما في الكتاب فقد قال الله جل في علاء أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله أضافة الكلام لله وقلنا المضافة لله تكرار جميل جدا للشطار إضافة الكلام لله في علاء إضافة إيش المضافة نوعان إضافة معنى وإضافة عين مستقلة فإضافة المعاني إضافة صفة المصوف طيب وهذا مثل حديثة الله سلم أعوذوا كلمات الله التمات بشغر ما خلق وأيضا قال الله جل في علاء يريدون أن يبدلوا كلام الله فأضافة الكلام لله وإضافة الله وأيضا قال الله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وأما من السنة فقد قال للنب السلم في خطبته إن أفضل كلام كلام الله فأضافة الكلام لله في علاء إضافة صفة للمصوف وأجمعت الأمة على أن نضار على تكلم وأن القرآن هو كلام الله لن لا يفعل ليس بمخلوق بل كفر من قال بأن القرآن مخلوق أبو باكر صديق رضي الله عن أرضاء لما راهن قريش على أن الروم ستغلب لما سألوا قالوا من قال لك بيادة أو من أنبأك بيادة قال كلام ربي ثم قال ألف لميم غلبت الروم في يادة الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بغضع سنة الثاني عمر رضي الله عنه أرضاء قال القرآن كلام الله وعن عائشة رضي الله عنه أرضاء أنها قالت وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها كلام أو من أن ينزل فيها كلام لله للفعلاء يتلى إلى يوم القيامة وعن عثمان قال لطرت قربنا ما شبعنا من كلام الله كان من سعود يقبل القرآن ويقول كتاب رب كتاب رب من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه فإن القرآن سفى من صفات الله للفعل لذلك ابن عباس سمع رجل يخاصم رجلا فقال ورب القرآن فقال قف قف ماذا تقصد قال الله تكلم بالقرآن فقال نعم إذن فقل أما من قال بخلق القرآن فهو من الجهمية ولذلك قال أحمد الجهمية كفار وكفارهم حقا يعني المسألة على العام على المسألة ليست ليست مسألة خمس حجة زي شبها عند الإمام أحمد في هذا الباب وأما وجوه تكفير جهمية أو تكفير من قال بأن القرآن مخلوق كثيرة منها أولا أن القول بأن القرآن مخلوق كذب صريح على الله للفعل تكذيب لله وتكذيب الله كفر لأن الله قال حتى يسمع كلامه كلام الله قال وكلم الله موسى تكليما فهذا تكذيب لله للفعل الثاني أن القول بخلق القرآن فيه تشبيق الخالق بالمخلوق وقال النعيم بن محمد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر ورجل الثالث لذلك إجماع الأمة فقد أجمعت الأمة على أن من قال من قال المخلوق فقد كفر قال أحمد من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر قال عبد الله بن بن مبارك من قال القرآن مخلوق فهو زنديق قال سفيان بن عيينة من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفري فهو كافر هذا شديد هذا مع أن أحمد اللي يقول بذلك يتكلم على النوع لا على العين أحمد في قول هذا على النوع لا على العين والدلاع ذلك المأمون نفسه المأمون نفسه يقول بذلك والمكفره وحرم الخروج عليه مع أنه قال ببدعة هو الآن لكن حرم الخروج عليه وسئل وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن دبائح الجهمية وأنهم يقولون بخلق القآن قال لا تؤكل هم مرتدون وقال إمام جعفر الصادق أن القائل بخلق القآن كافر ويقتل ويستتاب طبعا هذا فيه نظر أن قلت العلماء من المحققين يرون بنو على النوع لا على العين حتى لا يكون الأمر فيه ما فيه الإمام مالك قيل له في مسألة من قال بخلق القرآن قال هو كافر فاقتله قيل ابن مبارك إن النظر ابن محمد المروزي وهذا كلام عجيب جدا قال بأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر قال الذي يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبودني فهو كافر مفهوم هذا كلام النظر ماذا يقول يقول من قول الله رفعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا لو قال بهذا قول مخلوق إذن فهو كافر لأن عبادك المخلوق أعوذ بالله من غضب الله قال صدق النظر ابن محمد المروزي وعن علي بن المديني أيضا قال من قال إن القرآن مخلوق فقط كفر وقال عبد الرحمن المهدي فمن زعم بأن بأن الله عز وجل لم يكلم موسى لابد أن يستتاب لأن الله رجل فعلا قال لأن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما وهنا كلام المصنف في قوله ولا ترجمان يعني لا وسط بينه وبين من تكلم معه وقد بيان أن الله تعالى تكلم مع موسى بلا ترجمان وتكلم مع محمد بلا ترجمان وقول المصنف ومن عدى ذلك فإنما يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي هو حرف مفهوم وصوت مسموع فيها إذبات الحرف وصوت الكلام الله جل في علاء وأن الله يتكلم بصوت الحرف وأيضا في من قال في أول إيه قال وأنه يسمع طارة من الله عز وجل وطارة من التالي الذي يقرأه فالذي يسمعه من الله سبحانه وتعالى وأن يتولى خطاب نفسه إلى وسط ولا ترجمان أما الثاني فهو يكون لو قلنا يعني هذه المسألة لو أراد أن يشير بها إلى مسألة النسبة وإنه لقرآن كريم وإنه لقول رسول كريم فإن الله تعالى نسب القرآن له ابتداء والله جل في علاء تكلم بالقرآن قال حتى يسمع كلام الله ونسب القرآن لجبريل صحيح ونسب القرآن أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم فنسبة القرآن لله جل في علاء ابتداء ونسبة القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لجبريل هو بلاغا نسبة البلاغ وأنه لقول رسول كريم يعني بلاغا يبلغ عن الله جل في علام هذه آخر الكلام على صفة الكلام ناقف عندها